اشتركوا في القناة ابن العربي قال ابن العربي حديث العمرة هذا صحيح وهو فضل من الله تعالى ونعمه قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى وهذا يشمل اول رمضان واخره واما تخصيص ليلة سبع وعشرين من رمضان بعمرة فهذا من البدع وقال ايضا رحمه الله تعالى فالعمرة في رمضان تعدل حجه كما جاء به الحديث ولكن ليس معنى ذلك انها تجزئ عن الحجة بحيث لو اعتمر الانسان في رمضان وهو لم يؤدي الحجة سقطت عنه الفريضة لا لانه لا يلزم من معادلة الشيء للشيء ان يكون مجزئا عنه اشتركوا في القناة